ماذا وثق لديك في نابلس في الساعات الأخيرة؟ يعني وثقنا حتى هذه اللحظة استمرار عمليات الهدمة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام قوة عسكرية من نقطة جبل جرزيم المتاخمة للأطراف الجنوبية من مدينة نابلس هذه القوة مكونة من آليات عسكرية إسرائيلية وقوات حرس الحدود والإدارة المدنية الإسرائيلية بالإضافة إلى ثلاث جرافات وشرعت فعليا بعمليات هدم لعدد من المنازل المقترة حتى هذه اللحظة ما يمكن تأكيده وفق ما استطعنا رصده ميدانيا هي عملية هدم لمنزل مكون من ثلاثة طوابق في الطابق السفلي هناك على ما يبدو أنها مصنع لأحد المواطنين الفلسطينيين كمنشأة تجارية له وبالإضافة إلى منزل هدم المنزل على كافة المقتنيات ما رصدناه في الدقائق الأولى هي عملية إخلاء فقط لمقتنيات شخصية وليس للمقتنيات المنزلية داخل المنزل عبر كاميرا الغد نرصد استمرار فرض الطوق العسكري آليات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك المكان تواصل منع مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة قبل قليل تمكنت بعض التواقم من الدخول سيرا على الأقدام وعقب تنسيق مع منظمة الصليب الأحمر استطاعت مركبة واحدة فقط للهلال الأحمر من الوصول إلى المنطقة المستهدفة هناك حالات مرضية وانهيارات لطبعا أصحاب المنزل الذي يتعرض للهدم جيش الاحتلال يواصل فرض هذا الطوق الأمني والعسكري في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس وهي المنطقة المحاذية لمستوطنة هارب راخا إلى الجنوب من مدينة نابلس هذه المنازل التي نرصدها بعين الصورة هي منازل أخطرها جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 30 منزل في المنطقة يخطرها جيش الاحتلال بحجة البناء في المناطق المصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو عملية الهدم لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة وعلى ما يبدو أن الآليات العسكرية الإسرائيلية بدأت تشوق طريقها في هذه اللحظات لربما للانسحاب من المنطقة عقب إتمام عملية هدم المنزل بالفعل وفق ما أستطيع رؤيته في هذه اللحظات فإن الجرافات الثلاثة اثنتان مجنزرة وثالثة مدولبة بدأت بالفعل بالانسحاب من المنطقة عقب هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا المنزل في هذه المنطقة وفق منظمة أوتشا التابعة لطبعا الأمم المتحدة فإن الإحصائيات تتحدث على أن الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية العام 2027 نفذ سلسلة عمليات هدم واسعة في مناطق الضفة الغربية طالت 220 منشأة وأدت إلى هجرة وتهجير أكثر من 500 فلسطيني الصورة المفارقة حقيقة هي ما يحدث على الجهة المقابلة في هذه المناطق يمنع للفلسطيني عمليات البناء استصلاح الأراضي وهناك حرب من الملاحقة في الإجراءات القانونية فيما على الجهة المقابلة مستوطنة هارب راخا ذات الآليات تعمل هناك لكن ليس للهدم إنما لعمليات التوسع الاستيطانية عمليات بناء وحدات استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية حيث هذا المشهد هو يكرسه الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى طبعا بعمليات التوسع الاستيطانية والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية طيب خالد أنت تقوم بتغطية هذه الاقتحامات بشكل يومي في الفترة الأخيرة يعني زادت هذه الاقتحامات بشكل ملحوظ لديك في الضفة الغربية وفي الشمال تحديدا سيما مع اجتداد الحرب الإسرائيلية على غزة إنما هل ترصد أن مثل هذه الاقتحامات هي مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة أم مرتبطة ربما بتخوف ما قبل رمضان يعني هل رمضان العام الماضي شهد مثل هذه الكميات من الاقتحامات والمداهمات يعني قبيل السابع من أكتوبر كان قطاع غزة يشهد حالة من الهدوء لكن الضفة الغربية كانت لثلاث سنوات تشتعل في ظل أوضاع متصاعدة ميدانيا في ظل هجمات للمستوطنين اقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية وكذلك أيضا حجة ملاحقة المنفذي العمليات في هذه المناطق بطبيعة الحال الحرب الآن على قطاع غزة لربما فتحت الشهية الإسرائيلية أمام مشاهد الإبادة والتهجير والقصف المدمر لأحياء ومدن في قطاع غزة بطبيعة الحال فتحت الشهية لمزيد من عمليات الاقتحام والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية نتحدث منذ السابع من أكتوبر فقط عن أكثر من سبعة ألاف وخمسة واربعمائة وخمسة وعشرين حالة اعتقال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية آخرها كان فجر هذا اليوم باعتقال اثنين وعشرين فلسطينيا في هذه اللحظات أولئك من يقفون الآن ويشاهدون هذه الآليات عبر كاميرا الغد يعني يحملون في قلوبهم مشاعر الخوف والقلق لأنهم سكان المنطقة لأنهم طوال السنوات الماضية عملوا لجلب لقمة العيش والبناء والبناء مقلب في هذه المناطق سيما بعملية شراء الأراضي يعني تشاهد كيف هي المشاهد التي يلتقط بها الفلسطيني كل هذه الأحلام التي يدمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء بالاقتحامات أو بعمليات الهدم وآخرها طبعا فجر هذا اليوم وشن حملة اعتقالات واسعة في نابلس وكذلك أيضا في مناطق جنين وتول كرم وقلقيليا ومناطق رام الله والخليل خالد بدير مراسل الغد من نابلس شكرا لك اشتركوا في القناة